كولو موانيه كولو موانيه للاعب فريق انتراكت فرانكفورت هو اللي هيكون بديل لكريستوفر انكونكو اللي تصاب امبارح في معسكر المنتخب الفرنسي ضمه يليدي الشام لمعسكر المنتخب الفرنسي عشان يعود انكونكو كونكو زي ما تقولكم خسارة فادحة لفرنسا اه كان في الاغلى مش هيبدأ اساسي ولكن يعني خسارة فادحة انا كنت متصوى انه هيبقى من نجوم كاس العالم حتى لو بدأش اساسي ولكن خسرناه امبارح هو دخل دخلة مش صحيحة مع كابافينجا ظلمت امبارح كابافينجا لما شفت الفيديو كان انكونكو هو اللي دخل غلط والاسف هو اللي تصاب وكابافينجا هيكمل البطولة وكابافينجا ايضا من العيبة الوسط المهمة جدا لفرنسا في هذه البطولة في الزل الغياب طبعا انجولو كانتي وبول بوكبا طيب كلو موانيه اللعب انتراكت فرانكفورت اللي دخل مكان انكونكو هقولكم شوية معلومات عنه عشان لو حضراتكم ما تعرفوش جيد هو مركز مهاجم وجناح زي انكونكو يعني لعب 23 مباراة سجل 8 اهداف وصنع 11 هدف رقم حلو جدا بصراحة هو من المواهب كمان اللي موجودة في اوروبا حاليا من الاسماء الكبيرة فرنسا عندها كمية لعبين مميزين مش طبعيين قائمة اساسية وقائمة احتياطية وقائمة من المصابين وقائمة من المستبعدين مش طبعية فرنسا بصراحة مليانة مليانة نجوم والعب كبار جدا